السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تتبعي قناة تليمتداء الرائد كيف انتم ما كنتمنى ان شاء الله كلكم تكونوا بخير على خير اذا يوم جديد ودرس جديد كانت طلب من جميع الأمهات والآباء اللي ما زال ما اشتركوش معي في القناة تفعلو جرس الاشتراك باش تصلوا بالدروس في الوقت المناسب ديلها لانه كي يصلوني بجموعة من تساؤلات لانه ما كتصلوش بالدروس في الوقت المناسب ديلها اذا يا اما انكم ماشتركوش معي في القناة يا اما انكم مفعلوش الجرس باش توصلو باي درس حطيتو على القناة اذا كانتمنى انكم تفعلو جرس الاشتراك وتفعلو جرس يعني باش توصلو باي درس كيف شرحت لكم وكان بغي كدلك نشوف بزاف تيل تفاعل داخل القناة ونشوف بزاف تيل اللي جاي مع هاتشي كيش جاني على انني استمر معكم اكيد بنسبة لنا ستيل الفيسبوك غدي نخلي لكم الرابط ديل صفحة الفيسبوك في صندوق الوصف باش ان شاء الله حتى انتم ما تستفدوا اكيد ما غديش ننساكم كيف كان حطي الدروس على الفيسبوك نحطها كدلك حتى على القناة مرحبا بكم في المكنتول اهم هو انه يستفد معي اكبر عدد تلميذة التلاميذ اكيد اه شي كيش جاني وكيف رحني على انني استمر معكم جيد اذا نأخذ مرشي جيف تربية اسلامية صفحة رقم 77 بالنسبة للمستوى الثاني ابتدائي دعم وتثبيت اذا غدي نحاول اننا نشوفو تذكروا مجموعة من الدروس شفناها سابقا حاولوا اننا نجاوبو بطريقة صحيحة لنجموعة من الاسئلة جيد جدا اذا ادعموا واثبتوا تعلماتي اصلوا بخطين الصورة بالمعنى اذا عندي هنا صورة التكاتر صورة البلد صورة النصر اذا اللحظوا معايا غدي نحاولوا اننا نشوفو المعنى دي الكل الصورة اذا عندي هنا خلق الله تعالى الانسان لاختباره بالمشاق والشدائد هذا شفناها في صورة البلد اذا ثم بشارة بفتح مكة شفناها في صورة النصر ثم انشغال الناس بالشهوات شفناها في صورة التكاتر جيد جدا اذا نتمم التمرين الثاني اكتب اسم الصورة امام كل ايات اذا عندي هنا ايات ايات قد نحاولونك تشفو اشمن صورة وخا اذا فلقتح ما العقبة وما اذراك ما العقبة اعود بالله من الشيطان الرجيم فلقتح ما العقبة وما اذراك ما العقبة هنا صورة البلد كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون هنا صورة التكاثر اعود بالله من الشيطان الرجيم ورأيت الناس يدخلون في جين الله افواجا صورة النصر فويل للمصنين الذين هم عن صلاتهم ساهون صورة الماعون اذا اول آية صورة البلد ثاني آية صورة التكاثر ثالث آية صورة النصر رابع آية صورة الماعون جيد كنت ندرع لكم حاليا كنكم قدرتوا أنكم تستظهروا الآيات كاملة اكيد نتميم التمرين رقم 3 جيد جيدا اذا نقرأ السؤال اكتبوا فواتح الصور صورة ثم تبتدئوا بقوله تعالى فواتح الصور أي باش كتب دا الصورة نكتب دا الصورة الآية الأولى من كل صورة لاحظوا معي هنا صورة الماعون بماذا تبتدئ تبتدئ بأعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين جيد صورة التكاثر بماذا تبتدئ ألهاكم التكاثر أعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر ثم صورة النصر أعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح إذا جاء نصر الله والفتح جيد جدا إذن نتمم التمرين رقم 4 كنتمنا أنكم كتجاوبوا احتلتوا معي شفويان والإجابة دي لكم صحيحة أكيد أضعوا حرف صاد أمام العبارة الصحيحة وحرف خاء أمام العبارة الخطأ إذن سنحاول أننا نكتشف الجملة الصحيحة نضع أمامها الصاد بمعنى صحيح والعبارة الخطأ سنحاول أننا نضع أمامها حرف خاء بمعنى خطأ جيد إذن في سورة البلد أقسم الله بالمدينة المنورة خطأ فالله سبحانه وتعالى أقسم بمكة المكرمة ولم يقسم بالمدينة بشر الله تعالى الرسول بفتح مكة صحيح الثكاثر نهر في الجنة صحيح يحاسب الله تعالى من تهاونا في الصلاة صحيح فالله سبحانه وتعالى نهانا عن أننا ننتهاونا في الصلاة الجنة كيفاش أننا ننتهاونا في الصلاة الجنة يعني أننا إما ما نصليوش ولا نصلي ونقطعه كل مرة ولا نبقى نتعطلوه في أداء الصلاة يعني السلوات لازم أننا نصليوها في الأوقات المحددة جيد جدا إذن نتمم أكتبه بخط جميل إذن كنقول لكم دائما حاولوا أنكم الكتابة جيلكم تكون كتابة جيدة حاولوا أنكم ما تتغروش لحروف بزار وكذلك ما تكبروه مش بزار بشي بل خط تلكم أنيق وجميل جيد جدا إذن أكتبوا بخط جميل من خير الأعمال للإحسان إلى اليتامة والمساكين إذن هذا شرحت لكم سابقا أن من خير الأعمال أننا يعني الميتامة والمساكين حاولوا أننا ما كانت تعاونوا معهم إذا كانت في المستطاع دينا نتعاونوا معهم ونصدقوا لهم ونحاولوا أننا نفرحهم بأشياء اللي هي جميلة بشي الله سبحانه وتعالى يرجع لنا أكيد إذن قمتوا بكتابتها كذلك من خير الأعمال الإحسان إلى اليتامة والمساكين كذلك أنتم ما حاولوا أنكم تكتبوا بخط جميل وواضح بشي الكتابة تبن جميلة ومتناسقة مفهوم إذن إلى هنا كنكونوا أننا سألين الدعم والتثبيت الخاص بصورة التكاتر بصورة البلد ثم بصورة النصر كذلك بصورة المعون إذا نحاولوا أنكم تراجعوا ما أمكان الدروس إن شاء الله إحنا متابعين بالفرد الثاني بالنسبة للمستوى الثاني بشي دائل الدورة الثانية آخر فرد فرد إن شاء الله غادي يكون حاسم كنتمنى أن الكل اللي جيب فيه نقطة اللي هي مميزة نقطة اللي هي مشرفة أكيد أنا غادي كذلك نهاية التعم والتثبيت الخاص بجميع المواد غادي نبدأ سلسلات الفرود دينا أو لنماجيش الفرود اللي نشوفه معه تصحيح باش إن شاء الله الكل يتوفق والكل يجيب نقطة اللي هي مشرفة جدا إذن إلى هنا كنوصل إلى نهاية الدرس ديالي نتمنى أنني كنكون دائما موفقة في شرح ديال الدرس ديالي كنبغي نطلب منكم أي تساؤل عندكم كنتمنى تخليوه لي في صندوق الوصف مرحبا بالتساؤلات ديالكم كنجوب على جميل أسئلة مرحبا بكم أنا هنا باش نتواصل معكم أكيد ماشي باش نعطيكم دروس فقط لا أنا بغيت نتواصل معكم بغيت لي عندو شي تساؤل مرحبا أنا راح نالإشارة إذن نتلقى معكم إن شاء الله في درس قادم ما تنسوش تديروا بزرس جلي لايك باش القانال ديالنا تطلع يشوفهم جلوع جل التلاميذ الأخرى اللي كيحتاجوا فعلا لواحد من نوع جل الدعم لهم حتى هما من حرموهم مش من القناة يستفدوا منها أكيد نتلقىوا في درس قادم